يا ابنة الجزيرة يا ابنة الجزيرة يا ابنة الجزيرة يلي خليتوا فكري حيا يلي خليتوا فكري حيا المترجم للقناة المترجم للقناة المناصب الوطنية والأممية التي تقلدتها لم تعصف بعقيدتها سليما منهضة لتيار تغريبي يضع المرأة والرجل في كف واحد ورغم هذا تم اختيارها كأول امرأة جزائرية عضو بالمجموعة الأقليمية لهيئة الأمم المتحدة المهتمة بالمرأة وهي أيضا رئيسة المرصد الوطني للمرأة وقابلة منذ 29 سنة وصاحبة أربع مؤلفات المترجم للقناة المترجم للقناة رئيسة للحملة الوطنية للتعريف بالمرصد كنت قمت بالحملة الوطنية للتعريف بالمرصد على مستوى العديد من الولايات وبعد المؤتمر الحمد لله يعني إخواني زكاوني كرئيسة للمرصد لزائي المرأة سنوات الأولى كانت ورشة كانت يعني ورشة كان العمل يتركز على التعريف بهذا المرصد والمهام انتاعه كان كذلك في في الوغانيغام كنا نستقطب النساء لفاعلات وحنا كانونا شوية شروط يعني كانت الأبواب مفتوحة لجميع ولكن بالنسبة للقياديات كنا نحرصوا باش يكونوا عندهم مستوى ثقافي مرتفع ومستوى علمي مرتفع ويكونوا متخلقات ويكونوا متشبعات بقيم المرأة الجزائرية فكان يعني سنوات الأولى كنا في اختيار هذا التقم اللي يتكون به المرصد الجزائي المرأة وبعدين سطرنا برنامج برنامج سنوي اللي كان اللي بدينا أول أول نشاط اللي دايما نستحضره وبقاء يعني راسخ في فراسي هو الندوة الأولى لسيدات الأعمال في الجزائر اللي الحمد لله كنا جمعنا فيها ربعمية وخمسين سيدة أعمال في الجزائر وتلقى وعلى طاولة الحوار وعلى طاولة تبادل الخبرات وكذلك خرجنا الجائزة الأولى لأول سيدة أعمال في الجزائر وكان الحظ للسيدة من قسنطينة اللي كانت أستاذة في الجامعة وقامت بالاستثمار الزراعي شهادتي في الأستاذة شائعة جعفري تنطلق من قناعة شخصية أن المرأة الجزائرية على امتداد العصور والأحقاب كانت فاعلة في مجتمعها وسيدة جعفري امتداد لهذه المرأة يعني قوافل من السيدات الجزائريات كنا على امتداد التاريخ يقدمنا تلك الصورة الناصعة فسيدة جعفري حين التحاقها بالأكاديمية سنة 2007 أظهرت نشاطا ونظالا منقطع النظير مما جعلها تصبح خلال أشهر قليلة رئيسة المرصد الجزائري للمرأة وبرئاستها للمرصد خلال يعني على امتداد تقريب عشر سنوات كاملة استطاعت أن تؤثر وأن تؤصل الكثير من الأشياء في العمل الاجتماعي وفي عمل منظمات المجتمع المدني في الجزائر أسعدني كثيرا العمل معها لأني أعتبرها بكل صدق قام من القامات التي ينبغي أن نعتز بها جميعا رجال ونساء في الجزائر أتمنى لها التوفيق من كل قلبي ومزيد من العطاءات إلى جانب الرجل والمرصد الجزائري للمرأة وإن كان يحوي الألاف من النساء على مستوى القطر فكانت سيدة جعفري على الدوام في مقدمة هذه الألاف وفي مقدمة هذه الصفوف أشكرها من كل قلبي والدات الجائزة هنيئا لها هذا كان أول نشاط لما قدرتش ننساه على مستوى المرصد الجزائي المرأة وبعدين كانوا رجان كانت لجنة صحة اللي قامت بالعديد من الأنشطة يعني من اللاغي شاس أنت على المرصد كانت لجنة صحة اللي قامت بالعديد من الأنشطة لأننا نعتبر أن صحة المرأة هي أولوية لأن هذا المرأة المطلوب منها أن تكون مسؤولة وأن تكون ربة بيت وأن تكون قائدة وأن تكون سياسية عليها أن تكون صحة جيدة خاصة أن فيه بعض الأمراض مثل سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم هذا ما أمراض تقتل النساء يوميا ولكن يعني إذا كانت المرأة واعية وإذا كانت المرأة يعني على دراية بالتشخيص المبكر نقدر نقلصه من نسبة الوفية بـ 50% وخاصة بالنسبة لسرطان الرحم وسرطان عنق الرحم فلذا يعني لجنة الصحة قامت بحملات تحسيسية للنساء من أجل التشخيص المبكر علما أن التشخيص المبكر اللي سرطان عنق الرحم رهو برنامج دولة وكذلك لازم تفرح للجزائرية أن هذا التشخيص اللي هو بالمسحة والحكاكة راهو موجود مجاني على مستوى جميع مراكز حماية الأممة والطفولة احنا كان دورنا في المرسل الجزائري بتحسيس النساء في كامل الوطن الجزائري باللي راهو موجود برنامج دولة ومجاني فما على الجزائرية إلا تغيير أولوياتها يعني لأن الجزائرية إذا طلبنا منها باش تسطر أولوياتها تقول لك داري ولداتي زوجي عملي ومبعد صحتي إذا بقى لها الوقت تقول لك صحتي إذا ما بقى لهاش الأولويات انت حتقول لك ولداتي وزوجي إذا إحنا حبينا نغير الموازين ونقول لها ديري صحتك هي اللولة خد مشكي تكوني بصحة جيدة راح تكوني زوجة صالحة وتكوني مربية صالحة وتكوني قائدة وتكون يعني قادرة باش تقومي بالمهام نتاعك على أحسن ما يرام إذا هذا كان نشاط نتاع المرسل الجزائري بالنسبة للجنة الصحة وين قمنا بببق كالطب الملك الإكبرة كاذ يقولون إكبرة يعني كنا قمنا بقافلات اللي جالت clo وولايات الشرق والغرب والولايات الجنوب يعني وين قدرنا نوزع مطويات يعني يعني اللي عرفنا بها في العالعارفنا بها الصم花ة والشكونة المرصد واهتماماتنا وكذلي كانت هذل المطويات تتعرفهم بكيفاش نشخصه يعني فيولغغي زيلي مالادي وكيفاش المرأة الجزائرية تتقرب بمراكز حماية الأممة والطفولة وكيفاش تقوم بالتشخيص انتع سرطان الثدي وكيفاش تقوم بالجس الذاتي لسرطان الثدي على مستوى لجنة الصحة يعني كان عمل كبير اللي قامت بهذه اللجنة كما كذلك كنا نديروا الوساطة الأسرية بالنسبة للنساء اللي في شدة كنا نوجهوهم كنا نوجهوهم كذلك اللي عندهم مشاكل وين يمشي وين يرافعوا وين يحلوا المشاكل ندحهم كما قمنا كذلك شاركنا يعني الحمد لله العديد من الوزارات شاركونا في كي داروا بعض البرامج مثل وزارة الأسرة وقضايا المرأة وين شاركنا في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف شاركنا في الاستراتيجية الوطنية للأسرة شاركنا في الاستراتيجية الوطنية للطفولة يعني العديد من البرامج كنا شركاء فيها وعطينا أراءنا وعطينا خبرتنا كمجتمع مدني وخبرتنا وإحنا لأننا نديروا عمل جواري كبير ونحتك ونعرفوا القاعدة ونعرفوا مشاغل المرأة يعني ربما كي نشوفوا من الخارج المرأة شيء وكي تدخل لنا وتحكي لنا بمشاكلها ونعرفوا يعني المشاكل اللي رهي نقلتهم رهي عيشتهم المرأة الجزائرية رح يكون أكثر وحنا ننقلوهم بأمانة ونعرفوا بهم بأمانة كما كذلك رح نحضروا في سيتواب إن شاء الله اللي رح يكون وسمو المرأة الجزائرية تسأل والمرصد يجيب هذه اللي رح ننخدم فيها المواد التي تسير حياة الجزائرية في مجال الشغل في مجال الزواج في مجال العمل يعني رح تكون بوابة لتدخل فيها المرأة الجزائرية تسأل والمرصد رح يجيبها في يوم 24 من شهر نوفمبر 2014 أطلق المرصد الجزائري المرأة الحملة الوطنية لمنهضة العنف ضد المرأة تحت شعار هو لحماية هي وهذا الحملة تختلف عن الحملات السابقة اللي خذوها نساء يعني وفي بعض الأحيان كاي اللي صنفوهم بالمتطرفات وكاي اللي يقولوا يعني كل واحده ما يقول إحنا هذا المرأة فورسان هذا الحملة هم رجال يعني اللي آمنوا بأن النساء شقائق الرجال رجال اللي أحبوا اللي قدسوا الأم وأحبوا الزوجة واحترموا المرأة ورجال اللي آمنوا أن ثلث أرباع الحب للمرأة هم اللي قادوا هذه الحملة وهذه الحملة الوطنية اللي راي انتشرت عبر كل القطر الوزائية في الأسبوع الفارض كنت في ولاية وهران اللي تكلمنا كذلك قمنا بندوة بالشراكة مع الاتحاد الوطني لوسطاء القضائيين وينمشينا بهذه الحملة لإن شاء الله رح تلقى صدا ونكونوا إن شاء الله الأوائل لأن هذه الحملة انطلقت في الولايات المتحدة تحت شعار هي فورشي احنا قلنا لهم احنا اولى بالحملة انتعكم لأن حملتنا انطلقت منذ 14 قرن منذ النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع أوسى الرجال وحملهم مسئولية وقالهم إن استوسوا بالنساء خير إذن نحنا حملتنا ما رح تذكر إلى الرجال تقولهم احتفظوا بالأمانة لحملها لكم النبي عليه الصلاة والسلام وإن شاء الله رح ينختموها في 24 من شهر نوبمبر 2015 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة صداف من الله كنا محظوظين بها فهي من وفقتنا إلى أن نقترب أكثر من بصمة اسمها في هيئة الأمم المتحدة كبنت جزائرية أصيلة متشبعة بعاقدتها السمحاء فكانت سفيرة للجزائر والإسلام والأهم للوطنية اللافظة للمزايدة المغرضة المشتتة للبلاد والأوطان فاختصرنا الزمان والمكان في لوحة جمعت شاهدات على مسار ضيفتنا الذين جمعهم بها لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن موسيقى 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 هذه اللقاء جمع 400 قابلة من كل أنحاء البزائر بش يحتفلوا باليوم العالمي للقابلات اللي هو يوم الخامس من شهر ماي لظروف لوجستيكية يعني أجلوه لهذا التاريخ رح يكون فيه ممثلين من الصحة من نزار الصحة ممثلين من السنديكان تع القابلات يعني رح يتكلموا على بعض موضيع الساعة وفيه رسكلة للقابلات بهذه المنسبة موسيقى 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 نجاح كل مرأة يبدأ من بيتها والمرأة الجزائية برهنت وجودها ونجحت في بيتها ونجحت خارج بيتها وكذلك خدوتنا بالقيس اللي تكلم عليها القرآن الكريم لنجاة قومها من حرب خاسرة وبفضل سداد عقلها وبفضل سداد تفكيرها إذن نحن على مسؤول مرصة جزائية المرأة نحذر في المدونة مدونة المرأة في الإسلام هذه المدونة اللي تتكلم على المرأة في الإسلام وعلى خصائل المرأة في الإسلام وعلى ما اقتحمته وما أنجزته المرأة في الإسلام سيدة شعفري سيدة غنية عن تعريف وسيدة أعطت كثير للقابلة الجزائرية وعطت كثير للمرأة الجزائرية وهي الأخت والأم والمربية والمرشدة والمعلمة كونت جيل من القابلات لن أكون من المطالبين بالمساواة لأنني لن أستطيع أن أكون متساوية أبداً مع الرجل فأنا المرأة التي أحباني الله بالأمومة بالنسبة لي يا مدام جعفري هي الأخت والزميلة والصديقة يعني مدام جعفري نعرفكم ساشفار هذا الشرف كل يعود إلى هذه الفئة كما يقول لك زادت فينا كبرت فينا مدام جعفري ونقول لما دام جعفري ربي طول في عمرك إن شاء الله والله يكتر من تالك وربي خليك لنا مساواة المرأة مع الرجل يبقى شيء يعني ربما في الواجبات وفي الحقوق ولكن يعني المساواة الكاملة لن تكون أبداً لأن المرأة أحباها الله سبحانه وتعالى بالأمومة اشتركوا في القناة المترجمات المترجمات بقليد من 30 عام نصوق بدل إنقطاع صبت 32 عام بدلت نصوق نصوق جبت منر مبار في سنة 18 سنة والنهار قد مش تعلمت سياقها في 17 سنة وكم القانون الجزائري ما يسمحناش باش نجوزوا الامتحان قبل 18 سنة إذن عقبت الامتحان تع سياقها في 18 سنة والنهار يعني في 17 أفريل من سنة 1983 ومن هذيك المدة وننسوق بدون انقطاع يعني أنا نظن أن سياقها بالنسبة للمرأة سيباين لكس موش يعني حاجة لكس ولكن هي حاجة أساسية ومهمة خاصة بالنسبة لي يعني أنا لندير العديد من الأشياء باش نربح الوقت وباش يعني السيارة لازم لي باش نتنقل وسيلة تسهل لعملي موش يعني وسيلة باش نحوس ولا باش ندرفها عن نفسي ولكن السياقة بالنسبة لي توصلني للأماكن اللي نحب نوصلها في أقرب وقت باح أنا نحب بزا في تسبيح يعني كي نمشي وانا نسوق نحب التسبيح نسبح العدد حتى المكان اللي نوصل له وكان في السابق كان المقر المكتب نتاعي من القبة الزيغالدة كنت نمشي كل يوم الزيغالدة هذيك طريقة الزيغالدة إن شاء الله تشفى ليه بالتسبيح لأنني كنت عاملتها بأن العمل كان مجاني يعني دايما في راسي نقول بما أن العمل مجاني خليني أنا المسافة هذي نسبح فيها باش نعمر الكونت عند الله سبحانه وتعالى كان لي حتى خوف وحتى تردد باش ندخل يعني في عمق الجزائر ما مشيتش إلا العاصمة مشيت حتى في الجزائر العميقة وشفت حتى القرى والمداشر واللي في الجزائر وشفت اهتمامهم وشفت اهتمامات المرأة الجزائرية والمشاكل اللي تعاني منها المرأة الجزائرية وهذا طبعا يعني بحكم المنصب التاعي كرئيس مرسد جزائرية المرأة لأن المرسد موش متواجد إلا في العاصمة المرسد راه متواجد في أكثر من 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 ثلاثين ولاية سفي مرغمة باش نمشي للولايات وباش نشوف وش راهو ساري في الجزائر العميقة يا ابناء دل جزائر يا ابناء دل جزائر موسيقى موسيقى احنا نشكرك على حسن الاستقبال على حفاوة اللقاء في بيتك اللي يعني هو متحف ما شاء الله وكأنه يختزل تاريخ الجزائري ككل هنا عفوا سيدتي الفاضلة نقول لك نبدور أهلا وسهلا بك أنت والتقم التقني لراهو رافقك في بيتي المتواضع سيدة جعفري شائعة المولودة جادي من المحبين لوطنها والحاملين لقضايا المرأة في الجزائر متخرجة من المعهد الوطني للصحة العمومية في 86 كقابلة مرسكلة في صحة الأم والطفل في سنة 1988 متحصلة على شهادة كونسولينك في سنة 1994 كمستشرة في التنظيم العائلي مارست مهنتي كقابلة منذ أكثر من ربع قرن منذ يعني 29 سنة واحتكاكي بالمرأة يعني كان ساعدني كثير وخلاني نحب المرأة ونتقرب القضايا أكثر وهذا الشي اللي منه من هذا الانطلاق من هذا النقطة انطلقت ومشيت للإعلام ودرت تحصلت على شهادة شهادة الدراسات التطبيقية في الصحافة تخصص سمع بصري وخدمت قضايا المرأة سنة 2000 وخدمت إلا ملفات المرأة يعني كنت معدة لركن أموها وطفولها في القناة الأولى من سنة 2002 إلى 2014 وحاليا عندي سنتين راني كذلك في قناة نحذر حصة موعد للنساء كنت كذلك عملت من 2011 و2014 كنت رئيسة لجنة المرأة بالمجلس الوطني للأسرة وقضايا المرأة حبيت كذلك المجال كان لي فضول باش نشوف المجال السياسي وكانت لي تجربة متواضعة يعني كنت نائبة في مجلس شعبي بلدي بالقضا وفي سنة 2012 درت تجربة أخرى ودخلت للمجلس الشعبي الولائي ونراني نمارس في حقل السياسة في 2007 كذلك اتذكيت كرئيسة للمرصد الجزائري المرأة اللي هو هيئة تهتم بكل ملفات المرأة الاقتصادية السياسية وهذا كان تتويج يعني أن أقفك في هذه النقطة كان تتويج لنظارك اللي كان في أكاديمية المجتمع المدني كنت عضوة نعم في المكتب الوطني للأكاديمية المجتمع المدني الزائري وقلت لك وكنت كذلك يعني أنا كنت ناشطة في المجتمع المدني منذ الثمانينات يعني بعد اتحاد الطلبة مش ادخلت للجمعية الجزائية للتنظيم العائلي وهناك في هذا الجمعية الجزائية للتنظيم العائلي اللي تعلمت النضال وتعلمت العطاة بدون مقابل وتعلمت يعني خدمة الآخرين بلا ما ننتظروا حتى شيء كنت عضو مكتب ولائي قلت لك وانتقلت من الجمعية الجزائية للتنظيم العائلي إلى المرصد الجزائي المرأة اللي ادخلته في سنة 2007 وتجدت للعهدان تاعي في 2013 وهنا يعني أحببت المرأة أكثر وأكثر واهتميت بلفات المرأة وقضاياها وشاركت يعني في العديد من اللقاءات ومن التكوينات في الجزائر وفي خارج الجزائر هذا الشيء هو اللي خلا هيئة الأمم التحدة تنتقيك أنت كأول جزائرية الحمد لله تهتمين بشؤون المرأة الحمد لله يعني كيف وقع الاختير عليك أنت دون البقية برغم أنه كان الناشطات في حق الاهتمام بالمرأة مش رح أقول أنا رح أقولك أنا خير ما نقدرش نقولك يعني أنا خير يعني كان الله سبحانه وتعالى معي وكان عملي الحمد لله أنا خدمت بنيتي وخدمت خدمت بكل جهدي وأنا من النساء لي أمنوا بالبصمة أنا كنت نحب ما كنتش نحب نوري روحي كنت نحب أن الناس اللي اللي تحوس عليها تبع الجران تاعي ولا تبع البصمة تاعي ولا الآثار تاعي وتوصل بيها وكان الله معي سبحانه وتعالى ودخلت حمد لله كان يعني لدينامون تاعي وللمحرك تاعي يعني ودعمني وخاصة في المجال السياسي لأن كنت متردى كثير لدخوله كان هو المحرك تاعي باش يقول لي لازم تشوفي لازم تشوفي وحتى أنا يعني كنت دايما نقول هل حقيقة الرجل الجزائري يختار المرأة كسياسية ولا يختارها إلا كديكور وهذا الكوريوزيتي خلتني ندخل هذا المجال وشفت حقي يعني هل هذا صحيح أم لا ما لقيت إلا الاحترام والتقدير الحمد لله يعني أنا درت زوجك زوجك هو اللي كان عنده الدافع الأكبر أنه يعني شاطرك نفس الأفكار ويعني ناضل معك في هذه المجالات زوجي كان من أقرب الناس اللي شجعوني باش ندخل المجال للمجتمع المدني وحتى المجال السياسي هل هو ناشط في هذه المجالات؟ لا لا ويهتم كثير بالسياسة ولكن موش ناشط في السياسة ولكن يهتم كثير بالسياسة هو من الناس المثقفين كثير سياسيا ولكن ما يمارسش يعني خلالي المجالية أنا للنوب عليه يعني حراجنا ديرت في الحمد لله قلت لك كذلك ترأست لجنة المرأة بالمجلس الوطني الأسرة والمرأة وين كاننا ثانيكا كنا مجموعة من جمعيات ناشطة في المجتمع المدني 2011-2013 وين شاركنا في العديد من يعني الأنشطة على مستوى المجلس الوطني الأسرة وقضايا المرأة وعندي سنة ولا أكثر اللي انتخبت كعضوة في المجموعة الإقليمية للأمم المتحدة مرأة وين راني نشارك بالتقارير اللي نحطها في كل سنة لا في كل يعني دورية دورية يعني ونشارك حتى شاركنا في التحضير للجنة 59 للاجتماع اللي صار في مارس في نوي يورك والاجتماعات اللي صارت في بيروت وفي مصر كيفاش قدرت أنك تنجح في حياتك الشخصية وحياتك المهالية ونت ركي أم لبنته والد قلت لك سيدتي أنا من النساء اللي يقتنعوا بالنجاح يبدأ من البيت يعني أنا ركزت كثير على حياتي الشخصية ونبيتوتية كثير ونحب كل شي في مكانه وكل شي يعني يكون على أحسن ميرام كنت حريصة على دراست أبناء يعني حرصت عليهم والحمد لله يعني ولداتي أسمى متحصلة على شهد الدكتورة علوم سياسية أنا زوجة بنت مادام جعفري تقدروا تسخشوني علش خطرت بنت مادام جعفري لأن من جهقتاش ترت عندها صيفات مادام جعفري الزوجة التاعي رفضت لأم التحال نقدر نقول باللي المرأة التاعي هي مرأة حانون كيما يمها كين ناس تقسوني قاولي أشكوا شفت مادام جعفري زعفانة أنا قدر نقول لكم بصافي قريب تلت سنين من اللي رأني زوج بنت مادام جعفري ما زال ما شفتش مادام جعفري زعفانة دائم تضحك سيب متابة الأم التانية التاعي صيفات اللي تحملهم بنتها منها هو أن بنتها هي ربة بيت ميتالية تحافظ على البيت التاحة قايمة بالزوج التاحة وحانينة وكاين بزاف ما نقدرش دركنا نتوقف عند كامل إيجابيات التاحة ما نقدر نقول أنه سيدة جعفري نعمل أم للبنت التاحة عبد الرؤوف كذلك كمل دراسته والحمد لله رح يدخل مجال العمل إن شاء الله إذن أولداتي كبروا كل واحد يعني راه في البنت متزوجة أو في بيتها أو الولد إن شاء الله في العمل نتاعه مراكي جدا ثاني مراكي جدا كذلك يعني هذا الشيء الجميل اللي انتمناه لكل أم إن شاء الله هنا فهمت وش يقولوا ما أعز من الإبن إلا إبن الإبن يعني شيء جميل جدا أنا كي تكوني جدا صح ما كيش ندمه كي جبتي زوج بارك أنا كنت قلت لك أنني الشي اللي ندمت في حياتي أنني جبت إلا ثنين والدليل على هذا ركي جيتوا لي في هاد الساعة المتأخرة ولقيتوني وحدي إلا أنا والشيخ تاعي معانت هلو كانوا عندي ربعة أو خمسة كوني لقيتوا الدار فيها أولاد كي جبت قليل جبت إلا ثنين أسمامت زوجه في بيتها وعبد الرؤوف في العمل نتاعه إذن هذه هي مشكلة اللي يجبوا ثنين إحنا فظلنا أن نحدوا حجم الأسر متاعنا ولكن ما شفناش باللي كي يكبروا ويمشيوا علينا نلقوا ورحنا وحدنا أنا سؤالي في أحبان نستقصيك عليه بيتك تقليدي محظوك أنه يعني متحف كما قلت مقبيل تهتم بكل ما عنده علاقة بإعادات وتقاليد جزائر حتى التراث القادم هل هذا معناه حتى ألف المطبخة تعك ترفضي الوصفات الجديدة هذه ولا الفاست فود ولا أنك حريصة أنك تريد الطبخة لزوجك وأولادك ولا الضيفة شوفي أنا كثير كنت قتلك ونزيد نعودها أنني كثير بيتوتية وكثير نحب أنا نقول أن المرأة لازم أنوثتها تكتمل ببيتها بدكورها لبيتها باعتناءها ببيتها كل شيء أنا ما نشيريش حاجة وما نعافش ونحطها ما نشيري الحاجة إلا على بالي وين راحا نحطها هذا بالنسبة للبيت المتواضع أما بالنسبة للمطبخي أنا جزائرية ومتمسكة كثير بالتقاليد ومتمسكة كثير بالأشياء الأقديمة أنا ما نحبش الأكلات الخفيفة وما نحبش الأكل نتع هذك الخفيف بيتزا وصندويتيتو نحب طيابنا نتع كل الأسر الجزائرية أطعام، تشخشوخة، رشتال، دول ما أكلاتنا اللي عندها معنى وعندها ذوق ونفتخروا بها كجزائريين يعني دائما نطبخ النفسي ونطبخ الظيوفي والولداتي والزوجي والأكلات اللي تعودنا عليها من أمهاتنا ورانا نديرو فيها هنا ونقرناها لولداتنا شوفي بالقادر أنصفك يعني بمعنى أنت راكي محظوظة أنك حبيتي حاجة ووصلتي لها كان بزاف اللي ما أقدروا شي حقا وش حقين تنتي برغم عندهم يحبوا بلادهم ومجتهدين في العامل الجمعاوي ولكن اسمهم ما برش شكي ما الاسمتها كنت في الإعلام ولا في المقالات كنت دخلوا لجوجل ولا نصيبوا عديد المقالات مكتوبة عليك كذلك كنت لك البصمة تاعك موجودة في كل مكان هل معناتها أنت ذاكية تعافي كيفش تصالي الفرص أنه ربي يحبك وصخر القادر لأنه يخلي نجمي تاعك يستع عفوا نقول لك نجمي يستعلى فيه فيه سيدات يعني أكبر مني سن وأكبر مني علم وأكبر مني ربما ما كان ولكن أنا مؤمنة أن الله سبحانه وتعالى هو اللي سدد الخطى وهذه دعاء حتى الدعاء لنا يا ربك نقول يا ربي سدد خطايا يا ربي وجه طريقي أنا من الناس اللي نخدم من قلبي إذا خدمت خدمة نتفانة فيها إذا خدمت خدمة أنا مؤمنة من عمل عملا فليتقينه دائما نتقل عمل تاعي وما ننتظر حتى شيء وكذلك ومقتنعة أن الله سبحانه وتعالى ما يضيع أجر حتى واحد أنا مونشنا يعني الجزائرية نخدم في بلادي ونخدم في مقتنعة ملفات المرأة نخدمهم يعني ما ننتظر حتى شيء ونخدم مجاني ونخدم بدون مقابل والحمد لله الله سبحانه وتعالى هو اللي نور الطريق وهو اللي يسدد الطريق وهو اللي كل واحد يمد للجزاء انتا ونا دائما سيدتي الفاضلة ماراني أنا قنوعة يعني القليل نبني منه قبة ما مانيش من نساء اللي طالبوا بأشياء كثيرة يعني شيء قليل نقتنع به على الشيء اهتميتي غير بالمرأة ومهتميتيش بالرجل أنا قدر نسموك هنا بالليراكي عنصرية لا أنا بطريقة أو بأخوة نقول لك الشقاء الرجال وشقائق النسائر ماذا هتمين حتى عندك ثب مؤلفات تهتم بالمرأة؟ أنا ما رانيش ما رانيش فيمينيست وما نحبش الطيار للفيمينيزم لأنني مقتنعة أن المرأة ولن يعني اهتمامي بالمرأة لأن المرأة تستحق كل الاهتمام إذا نجحنا المرأة نجحنا الأسرة وإذا نجحنا الأسرة نجحنا المجتمع إذن عملي في حقل المرأة هو فائدة للرجل دائما لأن المرأة هي التي تلد الرجل وتغرس فيه القيم والمبادئ إذن هذه المرأة اللي قلنا هي الخلية الأساسية لبناء الأسرة لازم نهتم بها ونجحوها ورحم الله من قال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراق إذن اهتمامي بالمرأة مش خيانة للرجل اهتمامي بالمرأة هو لفائدة الرجل هذا الرجل اللي ينتظر كثير من هذا المرأة لأن هذا الرجل اللي راني نقول جامن رحم المرأة وداخل كل رجل كين بصمة لمرأة عظيمة يعني كل وزير ولا كل مدير ولا كل مسؤول هذا الرجل كل رجل عظيم أو كل رجل كبير صدقيني هو جامن رحم إمرأة ورضع من ثدي إمرأة وداخل الدم نتاعه البصمة نتاع إمرأة عظيمة اللي جعلت منه ما هو عليه ولكم المؤلفات هذه التالة؟ المؤلفات نتاعي كلها تهتم بالمرأة هذا أول مؤلف نتاعي اللي اصدرته في ألفين واثنين يتكلم عن la contreception moderne يعني طرق المنع العصرية ماذا تخصيب المنع؟ طرق تنظيم العائلي وأنا كنت مستشارة في التنظيم العائلي وكنت نشوف حيرة النساء اللي ما يعرفوش واشنه هي الوسائل الموجودة ففي هذا الكتاب اهتميت بكل الوسائل وتكلمت على كل الحسناتها وسيئاتها ومحاسنها وطرق استعمالها والفوائد منها الطرق الموجودة في الجزائر والطرق الغير موجودة في الجزائر هذا الكتاب الأول الكتاب الثاني هو هذه طرق كتاب يهتم برعاية الأطفال وبطريقة الرضاعة الطبيعية وبطريقة العناية بالأطفال وكيفاش المرأة يعني تقوم بالاستعجالات الأولية باش تربي ولداتها وباش تتفادى الأمراض كتابي الثالث هو عبرة عن سلسلة متكونة من ثلاث أجزاء الجزء الأول واسمه تسعة أشهر لأصبح أم الجزء الثاني ها أنا أم والجزء الثاني ما كملتوش يعني هذا سلسلة صغيرة سهلة هذا تسعة أشهر لأصبح أم العنوان الثالث كتفيت أجزاء مازال ما ممدتوش كتابي الرابع هو كتاب تحت عنوان للنساء فقط وذاك الكتاب قرأوها أكثر رجال من النساء هو واسمه للنساء فقط ولكن قرأوها الرجال أكثر من النساء والأورانين طبعا إن شاء الله في كتاب واسمه دليل المرأة الكامل من البلور إلى سن الرشد إن شاء الله راح يكون دليل كل زائريات يتفادوا منه ويلقاوا واش يحتاجوا فيه أنا تعرفت بالسيدة جعفري في 1986 واش من صفات السيدة هادي أنها إنسانة مناضلة وما فيش إنسانة تحب القابلات كما السيدة جعفري من يوم ما تعرفنا وتعرفنا في يوم عالمي تنظيم العسرة كان في هذه الفترة كتبت أول كتاب يعبر عن تنظيم العائلة وما هدك اليوم يوميا ما نازلت في التلفزيون في الإداءة في حياتها اليومية حياتها الشخصية كزوجة كأم كقابلة كيف هجو بشتي تكريم كيف هشان تستخبع عن تكريم كان حضور كبير وجوغا شك جوو كان وزير جوو وزير الصحة وجسدي سعيد وجوو مثلين كل ولايات كون عطاك تكريم الوزير وزير صحة الله يبارك كنت مشكل في حياتك 兄 لا 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 والله ما عندي مشكل قصرت شوية في يومrost لازم تكون ما بين الزوج والزوجة الثقة 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 المتبادلة والمuguage لو كنت عن تقريم لازم تخدم لازم تụجك أرس كيفية نعزت لها نقدر نقول لك فتحت لها المجال لا تكونش مرتبك لا تكونش مرتبك بالنسبة لعمل ديالها لا تود فيها عندها حاجز التي يمنحها هو أنا مدابية ما تديرش باللي أنا خطر المرأة الجزائرية تجور تحكم على راجلها تخاف من راجلها وهي لا لا المرأة لازم تكون متفاهمة مع راجلها وكي تكون متفاهمة ما لازمش بنادم يدير حسابات للناس ولا الفلان ولا الفلتان المرأة أعطيها حريتها وكي تكون حكمة المبادئ ديالها عندها مبادئ اللي تحتارمهم لا خوف عليها لا خوف عليها بالنسبة للمجتمع والمرأة إذا كانت دو شخصية ما من المجتمع يكون خبيت يقدر ما من يكون خبيت تقدر هي المرأة بصفتها مرأة تحبس ذلك الخبط اللي بلوك كان رجال يكونوا عندهم كيفاش يقولوا ينيدي تكون عندهم ينيدي المرأة بأسلوب ماشي بقوة بأسلوب تقدر ترجعوا لما تضربوا بلما يجي بخبر تعلمنا من شائعة جعافريمان الودة والرحمة الذي رزقهما الله بهما مع رفيق ضرب كان سنداً ونظاً لنجاحها لتجسد مقولة خادم الأنبياء والرسل النساء شقائق الرجال يا بنات الجزائر يا بنات الجزائر يا بنات الجزائر يلي خليتوا فكري حايا يا بنات الجزائر يلي خليتوا فكري حايا موسيقى